محمد عثمان أمس أهداننا نسخ منه واليوم عد قدر الله أن ننسينا النسخة لكن ما ننسى أن نتكلم عن الكتاب وأعجبني صراحة موضوع الكتاب ومن عنوان الكتاب أخذينا موضوع الحلقة وفي رسائل في الكتاب جميلة جدا أعجبني سطر مكتوب أن واحد قاعد يقول أنت صحيحة للمعلومة أنه مقطوع من الشجرة لكني سأكون أصل الشجرة فأصل أن أعطى نفسه صناعة أمل فعلا أنه ما هو راح أوقف أنا بإذن الله سأكون الأصل لأنني على قولتها لنفسه أني مقطوع من الشجرة وهنا اليوم دور كل شخص أنه في قمة ألامك وحزانك طريقة تفكيرك ترهيبا تغير طريقة حياتك شكرا لعم جميل يعني رسول الله عليه في غار حراء أو عفوا في الغار مع أبو بكر مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانوا في قمة يعني الخوف ولكن إيش الكلمة اللي ظاهرت من الرسول الله عليه ما بالك باثنين الله مثالثهما ما ظنك باثنين ما ظنك باثنين الله مثالثهما لذلك لا تحزن إن الله هذه الكلمة تجعل هناك أمل كبير في أننا بإذن الله سنتجاوز ما نحن فيه لا تحزن على الأشياء التي تمر فيها الآن حاول أن تغير طريقة تفكيرك في كثير من المرات حسيت أن الحياة توقف في وجهي و قفت مرة حتى أنا دائما أقول أنا من شخص كنت أقف قدام المراي و أقول يا ربي ليش خلقتني كذا إلى شخص يجثو على ركبته يقول الحمد لله ربي أنك خلقتني كذا و ما بين هذا الموقف و هذا الموقف هنا تفكير إيجابي تصحيح المصار صناعة أمل و تصحيح المفاهيم لأنه اللفظ الأول كان خطر كبير صحيح نعم و لكن بتصحيحك الجميل له نعم نعم انتقلت والله يا ناصر إلى أني أجثو على ركبتي و أقول الحمد لله يا ربي أن خلقتني كذا سبحانه يعني ما كنت أعتقد أني بوصل لنجاحات كبيرة في حياتي لو لا هذا القدر و هذا الظرف اللي في يوم و اليوم كنت أشتكي منه و أقول ليش يا ربي خلقتني و هذا ما يسمى بتحويل المحن إلى منح صحيح و الرزايا إلى عطايا فلك الحمد ربي مهما استبدل مهما لك الحمد ربي مهما استبدل ألم مهما طال البلاء و مهما استبدل ألم لك الحمد إن الرزايا عطايا و إن المصيبات بعض الكرم صحيح سبحان الله تمر بالإنسان محطات أن تقولت كلمة جميلة يظن أن الحياة تتوقف و تأكد رح تزول هذه المحنة و تأتي كذلك لحظة كذلك أخرى تشعر فيها الحياة ستتوقف لأن مسألة الكبد في الدنيا هذا ترى هي مصنوعة كذا يعني بعض الناس يقول مثلا ما تجي تكلمه بشي يقول لا تقول لي أصبر الصبر مذكور في القرآن أكثر من تسعين مرة بل مرة احتاج المؤمنون إلى أن يدعوا ربهم ربنا أفرغ علينا صبر مو صبر شوي أفرغ أفرغ يعني محتاجين إلى كمية صبر كبيرة لتجاوز هذه الحياة لذلك الذين يحسنون الحياة فعلا ترى ليس الذين ليس عندهم ألام و هم الذين يحسنون التعامل مع الألام صحيح يعني بعض الناس ما يحضر مناسبات و لا يضحك و لا يدقه و لا يسلف تقولوا ليش يقول عندي ألم الله جعل سنن في هذا الكون لازم هذا الألم تسلف و تضحك و تمشي و تحضر المناسبات و تذكر و ربك عز وجل و تدعوه ثم ينجل لذلك أما تبقى جالسا من سنن الله في كونه أنه حتى الماء الذي هو أصل التطهير هذا الماء الذي ننظف به لو بقي في مكان واحد أسنى و تعفن معنى تتحرك و الشمس لو بقيت في الأفق دائبة ملها الناس من عرب و من عجل ما في أحد تألم مثل ما تألم صلى الله عليه وآله صحيح يعني اللي يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله كلها معاناة كلها آلام صدر إلى أن فتح الله عز وجل ذلك الفتح المبين و كأنها مكافأة للنبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده و على صبره و على تحقيقه و تبليغه لهذه الرسالة و لذلك يقولون إذا أصبتم مصيبة و أردت أن تعزي نفسك فتذكر مصاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في سيرته سبحان الله الله عز وجل رحيم بنا في كل فكرة و في كل نظرة و في كل مسمع تجد ما يجعلك تعيد صناعة الأمل لنفسك حتى في كل زمن في كل مكان ذكرنا الجمعة إلى الجمعة كفارة ذكرنا الاثنين و الخميس في الصيام ذكرنا رمضان الوضوء الصلاة مناجات الله عز وجل بالدعاء كل هذه أمل يا أخي مناغات طفل والله فيها صناعة أمل ضحكة عجوز فيها صناعة أمل حضن أم فيها صناعة أمل تقبيل يد والد فيها صناعة أمل الحمد لله الواحد بعض الناس يقول والله يا جمعة الخير أنا أشتغل في وظيفة لكن رأت بي والله ما يوفي ترى فيه ناس ما عندهم وظيفة صحيح واحد يقول أنا مريض أنا مريض جتني في الوانزة كذا ترى فيه ناس طريحين فراش ما يمشون واحد يقول يا جمعة الخير والله أنا يعني ما أجد الراحة والسعادة بينما السعادة منتشرة حوله فلما يجي يرى ناس آخرين ليسوا مسلمين أصلا ليسوا مسلمين هؤلاء السعادة لم تغشى قلوبهم أصلا لم تختلط بها يقول الحمد لله أني رب الحمد لله أني مسلم الحمد لله أن الله عز وجل اصطفاني و كنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم اصطفاني و كنت من من يقرأ كلام الله عز وجل من من يحفظ كتاب الله عز وجل ثم اصطفاني و جعلني من بين صحبة صالحة و اصطفاني و جعلني من أهل التوحيد يعني أشياء كثيرة حولنا والله أن تفكر فيها تصنع الأمل فقط مثل ما يقولون انظر للجانب المليء من الكعس ما هو المشاهد